يومية رمضان معمول نكتا على قناة أنفاس بريس ضيف هذا اليوم فنان كوميدي ممتين مسرحي زوبير عميمي مرحبا بيك لأنفاس بريس شكرا أخويا فريد بكل تواضيع الله يكبر بيك شكرا للموقع أنفاس على هذه الالتفاتة والمواكبة التي تتواكبها مع الفنانة ومع الفاعلين في المجتمع نحن جيناك في هذا النهار رمضان إن شاء الله أنت كتري ببيتيك على شعار كوميدي اللي سيكون عندك إن شاء الله وقال ملمرة رمضان إن شاء الله آمين بسمح لينك أتعجيل منعلك لا مرحبا بالعكس بكل فرح مرح الله وانترك مشي شي واحد اللي براني يرى وصحيح أن إنسان ميت يكون كيتمرين على شي عامال كيكون وحل كيكون كيكون دك شي ما كيبانش واداك ما كتغيش الناس يحضروا ولكن الناس اللي ولد الميدان واللي غي فيدوك هذه بطبيعة الحال الحضور دياله مره بالعكس أنا كان شكرك على الحضور دياله موتيفاسيون الله أحفظك السيزو برعميمي كي يجي يكرم دعا تيجيني من العائلة وتخيلت كل من العائلة لمن يجي القليل بتفش جدر رقيته من العائلة من الأجواء الأجواء والله العظيم للأناق عندما أناق بديت كنصوم على 11 عام والله العظيم للوالدة كانت كتتخلع وأنا باقي سخير شوية كان كيجي للمدان شوية في الصيف وبديت كنصوم وقت كنمشي للمدراسة معانا وذلك الوليد اللي كتت في الدار دي محاضية معي الوالدة كتقول دورك يموت كل دورك يجيبوا لي في صخفين للي شي حاجة الحمد لله بخير دبرة تقريبا 41 عام هنا كنصوم في رمضان وكانت عندي واحد الخلعة ده الحمد لله يالله البارح عرفت واحد النتيجة كان جاني مرض سكري وطبي باقيت لي زمان أصاب وار ممكن صوم تقدر ما تصومش بشيت عندي الفارح بشافت واحد النتائج دي لواحد العبارات دي للسكار وده الحمد لله تلقيت ذلك الخبار قلت لي رأتصوم وانا رفرحة عندها باب وغيت من شركة الفرحة مع الناس دي ليلة الحمد لله ودبانا رصيم طلعنيش الله يرحم بورك آه على القضية ما طلعنيش كنت رمضان والله كنت شعبن بعد أول حاجة كنت شعبن عذابش كنت رمضان كنت رجب لا هذه دي الحق مرمدان أنا دي عدرة خاوية وبنادي مغير ذلك شعينة أنا في البسيشيك ورمضان زوين بالعكس رمضان هو والله العظيمة لرمضان أنا كنكون فيه أكثر حيوي وكنكون أكتف بزاف هذيك الإنرجي وذيك الطاقة اللي كتكون عندي في الأيامات العادية بالرمضان والله إلا كتضاعف عندي في رمضان لي درجة أنا والله إلا كن يشكو فيك يقولي أنت كتفطر كتليم كنفطر منيك يقدن بكل التعوضي بكل التعوضي ما هي الحاجة الزوبرع؟ مما لا تستغنى على مائدة الإفطار؟ دبا مع السكاري غن استغنى على شي حويجات أتي مكن استغنى على أتي مكن شي حاجة العشق ما هي الحاجة التي يبدأ بها الزوبرع؟ ما هي الأولى؟ كنبدأ أخويا بتميرات كنحلي بهم أتي ولا بدأ السرديل السمك؟ دي البلاد؟ مهم السرديل بجميع من الشمال وانتقا دي المهم السرديل أنا عندي مقدس فرمدان بغض النظر على الأنواع الخراضي للحوت والأسماك أنا تنفضل السرديل لأننا سبحان الله العظيم إحنا يال الله سبحانه وتعالى رأى عنده حكمة عرفنا إحنا فقارة من قدروش على ذاك اللا عمقوس ومن قدروش على الكروفيت أعطانا السرديل في كل شيء أعطاك الله السرديل في كل شيء في الأوميغا في ذاك الزيت مهم وحد الزيت ديالكي عاونة لا زيت العود وحد الزيت كي عاونة للدكاء فاربي سبحانه وتعالى عنده حكمة كبيرة أعطانا السرديل جمع لنا في كل شيء أنا كان عشاق السرديل نسي منات نسي مناه ولا نسي مناه هنشوفو الزوبر عميمي ماشي سلسلة هوراسيتكم فضل رمضان لا ما نسيليش ما تشوفنيش ما نسيليش والله مهم ما تحتش فرصة ما كتبش الله أنا ما خدمناش فضل رمضان لكن ماشي مشكل إحنا حاضرين في المواقع الاجتماعية فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب كنقدم أعمال وعندي سلسلة واحدة يومية رمضانية كنقدم في القناة ديالي ديالي يوتيوب زوبير عميمي اللي بغي يتقابونه شكرا لديلت الإشار مرحبا مرحبا سيد زوبير مرحبا كي كي بنولك السلسلة يعني الرمضانية مرحبا يعني كل شيء تتكبع لنا في هذا الرمضان هذا كل شيء القناوات ما كينا أربعة أعمال خمسة وكنفضل أنا للك الأعمال تكون على طيالة السنة ما يجيشت الرمضان وليك الزحم أنا مثلا ما شيء قد أعطي علاقية ولكن كنت حتى المشاهد مني كتتكتر عليها البرمجة بزاف وكتتها موستزها ربعة الموستزلات خمسة الموستزلات ما حيلتك تفرج في القناة ما حيلتك تفرج في القناة ما حيلتك تفرج في القناة يعني ما مكينش ذك التوزيع التوزيع والبرمجة وفيكي الإشكال ما ما تدرش على الجودة لأن ما تقدرش تنقش للأضواق ما تقدرش تنقش على تعجبك أنت الحاجة وواحد خورك تعجبه ما تقدرش تنقش معيار ما كيش واحد المعيار معين غا نمشي عليه غير الكترة البرمجة اللي فيها الإشكال وكل شيء بغير فان في رمضان كيف يدير مع الكفيفة دي الرمضان مع دغلاء الأسعار؟ والله يلا بي خير الحمد لله أما تشوف أربع كتتزير من هناك تتحلم من قن تخور إحنا غادينا عايشين بي خير وعلى خير الحمد لله الحمد لله ونشكره جميل جدا والله يا أخويا فاريدي لي جميل بي خير الفطر م Linda يقعد الدماء وم trois نفتح كل جديد من التلاح الأبتح بي حان إسم أين حل الأفطار؟ الله طوار hesitation من مرة الإفطار. آآ مرة الإفطار بكل تواضيع. كن ناكل ذاك شي لقصة من الله. نركه واحد شوية. الوالدة نضروري كن دير واحد حصة. حصة دي العلاج النفسي مع الوالدة. كن قاعدة الوالدة. نشرب واحد لقية واحدة هكذا. آآ كي أدل العشاء كن شون صلاة وما يتيسر وما يتقبل لنا. وطبيعة الحال كن نقصم البرنامج ديالي في رمضان. ما بين قليصة في قهوة مع الأصدقاء. ما بين يكونوا بعض الحفلات وتظاهرات فنية وذلك نمشون نشاركوا فيهم وقل. ورمضان تيدوز بحال وكاو شوية قراءة القرآن الله يقبل لنا وذلك. ما كتشوفش البرمجة التليفزيونية في رمضان؟ آآ أخويا ايش هنقولك. ما ديش نقولك حيث أنا مقلق مخدمش كن نشوف كن نشوف كن نحنا نحن كفنان وكممتين كانت تكون نشوفة أهد خواهم وقتفرج بواحد العين القرآن واذا تدي الخاطر لا يندر كطريح معهم. كاتفرج معهم. ما هل تبع المستوى المستوى المسرية؟ لانها عندهم احد النبي هربه الاكبر مستوى الكتابة كنت انفراءه منهم ان شاء الله سنكون الممتل بعد ان تعلم شرفتني انا انفس ونمنا تقول رمضان مبارك سعيد نقول رمضان مبارك سعيد الجميل غريبة نقول رمضان مبارك سعيد اللي اخر يوصلت يالليد نزربان باين حيدا يالعيد كنقول لهم رمضان مبارك سعيد الله يدخلوا لكم الصحة والسلامة إن شاء الله وطول العمر وبدك شي لي كتمنى ورمضان سعيد وكريم على الأمة العربية الإسلامية والله ينجينا من الكائدين أمين اللهم آمين يا رب العالمين